يعانون يوميا من جراء الجوع والمرض والإهمال والحديث هنا عن مهجري منطقة العويسات في محافظة الأنبار الذين عصفت بهم رياح التهجير قسرا حيث نزحوا إلى مخيم عامرية الفلوجة لتستمر معاناتهم حتى اليوم دون انفراجة لا مساعدات تجيني لا شيء يعتنون بنا ويجيبوني ولا أي شيء يعتنون بنا نهائيا هاي مالت الهجرة موكل ستة شراء لا تجينينا بها سيقطعها هنا المساعدات الإغاثية التي كانت تصل إلى مخيم العامرية لم تعد متوفرة والأمهات هنا تخلينا عن حلمهن بحياة أفضل واستبدلنا ذلك بحلم توفير الحليب والدواء لأطفالهن يعني حتى هذا الطفل ما عدنا نودي شوف الحالة مالتا شون هي شوف حالتا شون تعبانا والله بصون در رضع والله ودينا للطبيب الوصول بس الشيعة مالتا ميتالف وما عدنا ورحنا رجعنا جبناهن هنا للبيت ما عدنا أمكانيا وديهن الطبيب الحياة في مخيم عامرية الفلوجة لا معنى لها يقول سكان المخيم مطالبين الجهات الحكومية بالعودة إلى منطقتهم طالب من الله ومنهم يودونا المناطق نزرعنا زرعات نجنان نهاشين نجنان نطلي إنه استفاد مننا حادي وما هنا بالهيمة وناس تدحج على ناس وكل شماكم ومثل غيرهم من نازحي المدن المنكوبة في العراق يعاني مهجرون منطقة الإعويسات من تداعيات الفقر والإهمال منذ سنوات بعد أن فقدوا ذويهم ومنازلهم ومصادر عيشهم